بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح متن الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته اعتنى به فضيلة الشيخ أهيثم بن محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على موقع التأصير العلمي غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب يقراه عليكم عمر البساطي شرح مقدمة المؤلف قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشرح لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لأنها مهمة كما سماها المؤلف رحمه الله ونصح بها العلماء ولو قال قائل نعم هي مهمة لكن لعامة الأمة وأنا طالب علم مرتبة أعلى من مرتبة عوام الأمة الجواب نسأله عما فيها فإن لم يعرفها فعامة الأمة خير منه وينبغي للطالب أن يتواضع وأن لا يتكبر على العلم والعلماء ويسير على خطى العلماء الربانيين وفي صحيح البخاري قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر على ماذا تحتوي الدروس المهمة؟ واحد طريقة السلف الصالح مع القرآن في القراءة والحفظ والتدبر والعامة اثنان بيان الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد وأقسام الشركة ثلاثة بيان الصلاة أربعة بيان الغضوء خمسة التحلي بالأخلاق المشوع والتأدب بالآداب الإسلامية ستة ستة التحذير من الشرك وأنواع المعاصي سبعة تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه لماذا يبدأ العلماء مؤلفاتهم بالبسملة؟ أولا اقتداء بالكتاب العزيز وبالأنبياء والرسل عليهم السلام ثانيا استئناسا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ضعيفا ثالثا اقتداءا بعلماء السلف رحمهم الله رابعا تيمنا وتبركا بالبداءة باسم الله تعالى الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه توضيح ينبغي أن يحفظ كما كان حال السلف كل يوم عشر آيات مع قراءة شرحها من تفسير مختصر مثل تفسير بن سعدي رحمه الله والاستعانة بالله على العمل به بأي تفسير يبدأ طالب العلم ينصح طالب العلم أن يبدأ بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لماذا واحد لنصيحة العلماء واهتمامهم به اثنان لأنه مختصر فناسب أن يقرأه المبتدئ ثلاثة لأن عبارته سهلة وواضحة لا لبس فيها أربعة لأنه يعين على العمل بالقرآن بإذن الله خمسة لأن المؤلف رحمه الله يركز على التوحيد ما هي أقسام الناس مع القرآن انقسم الناس تجاه القرآن إلى طرفين ووسطة تفريط قسم يهجر القرآن ويكون بهجر القراءة وهجر الحفظ وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التداوية وإفراط وهو قسم يقرأ ويحفظ بلا تدبر ولا عمل ووسط قسم يواضب على القراءة والحفظ فيتدبر ويستعين بالله على العمل وهذا حال السلف الصالح وأتباعهم قال تعالى فقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا أي من صلبه ونسله أو من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مقتطفات من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأسئلة عليه تفسير سورة الفاتحة وهي سورة مكية يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى لأن لغض اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها وعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وإمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم فالنعم كلها أثر من أهثار رحمته وهكذا في سائل الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم كل شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل فلو الحمد الكامل بجميع الوجوه رب العالمين الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإدعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء فما بهم من نعمة فمنه تعالى وتربيته تعالى لخلقه نوعا عامة وخاصة فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ رب فإنما طالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناء وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار مالك يوم الدين المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب وتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة يوم يدال الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق حتى أنه يستوي في ذلك اليوم المملوك والرعاية والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه فلذلك خصه بالذكر فإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك وتقديم العبادة على الاستعانة من باب التقديم العام على الخاص واهتماما بتقدير حقه تعالى على حق عبادة والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله فبهذين الأمرين تكون عبادة وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبادة ولهذا واجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهر وضلال كالنصارى ونحوهم فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم وتضمنت إثبات النبوة في قوله دين الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين تفسير آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للبهر تعالى فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه وأستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي لعاس ولا نوم لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتليه الضعف والعجز والانحلال ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء ومن تمام ملكه أنه لا يشفى عنده أحد إلا بإذنه فكل الوجهاء وشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيبه ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها وأنه لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن الخلق لا يعيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جدا ومحل في علوم البار ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعى حكمته في أحكامه وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته وهو العلي بعظمة صفاته وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن ويحق لمن قرأها متدبرا متفاهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرها يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا وأخرجت الأرض أثقالها أما في بطنها من الأموات والكنوز وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عارض لها يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي أمره يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاة أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفرا فمن يعمل متقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل متقال ذرة شرا يراه وهذا شامل عام للخير وشر كله لأنه إذا رأى متقال الذرة التي أعقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا وهذا فيه الترهيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا تفسير سورة العاديات وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أقسم تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح ووصوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا أي تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون فالمغيرات على الأعداء صبحا وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن ناقعا أي غبارا فوسطن به أي براكبهن جمعا أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود أي منوع للخير الذي لله عليه فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق وإنه على ذلك لشهيد أي أن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك أمر بين واضح ويعتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه لشهيد وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على رضا ربه وكل هذا لأنه قاصر نظاره على هذه الدار وغفل عن الآخرة ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم وانشورهم وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر فصار السر علانية والباطن ظاهرة وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها وخاص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله والطناع تفسير سورة القارعة وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض الفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها فهذا حال الناس أهل العقول وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتبمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد فحينئذ تنصب الموازين وإن قسم الناس قسمين سعداء أو أشقياء فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه وما أدراك ما هي وهذا تعظيم لأمرها ثم فسرها بقوله نار حامية أي شلالة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفا نستجير بالله منها تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخادم والجاء وغير ذلك مما يصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود منه وجه الله فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغولكم حتى زرتهم المقابر فانكشف حينئذ لكم الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استينافه ودل قوله حتى زرتهم المقابر أن البرزخة دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون لترون الجحيم أي لترون القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية كما قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تناعمتم به في دار الدنيا هل كنتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية تفسير سورة والعصر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أغسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويراغبه فيه والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره وبتكمل الأمور الأربعة يكون العبد قد سرم من الخسار وفاز بالربح العظيم تفسير سورة الهمزة وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة للمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة اللومزة أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل واللماز الذي يعيبهم بقوله ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به وليس له رابط في إنفاقه في طرغ الخيرات وصلة الأرحام ونعو ذلك يحسب بجهله أن ماله أخلد في الدنيا فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يد أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر كلا لا ينبذن أي لا يطرحن في الحطمة وما أدراك من الحطمة تعظيم لها وتهويل لشأنها ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لألا يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية تفسير سورة الفيل وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده ودلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محمدا من سجيل فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعص مأقول وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نعورهم وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته فلله الحمد والشكر تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسم فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فرغد الرزق والآمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه وإلا فهو رب كل شيء تفسير سورة الماعون وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف وشجة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يحض غيره على طعام المسكين ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين فويل للمصلين أي الملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مخلون بأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال الذين هم يراءون أي يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس ويمنعون المعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدل والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون المعون فكيف بما هو أكثر منه وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائل الأعمال والحث على فعل المعروف وباذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدل والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذن من لم يفعل ذلك والله سبحانه أعلم تفسير سورة الكوثر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومتنى عليه إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقام له الكوثر ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر خصهاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القطبات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارع لله وتنقله في أنواع العبودية وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشحبه إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين أي قل للكافرين معلداً ومصرحاً لا أعبد ما تعبدون أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهراً وباطنا ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفاً لازماً ولهذا ميز بين الفريقين وفاصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم وليدين كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أنتم بريؤون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون تفسير سورة النصر وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المبشر به وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر والله يقول لإن شكرتم لأزيدنكم وقد وجد ذلك في زمن الخلثاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصل الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه من لم يدخل في غيره حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حلث فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ونطفه ما لا يخطر بالبال أو يدر في الخيال وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنى وجد ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تفسير سورة تبت وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال تبت يدى أبي لهب أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به سيصلى نارا ذات لهب أي ستحيط به النار من كل جانب هو وامرأته حمالة الحطب وكانت أيضا شديدة الأذية وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان وتلق الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد عد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها متقلدة في عنقها حبلا من مسد وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولابد ومن لازم ذلك أنهما دايو سليمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة تفسير سورة الإخلاص وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعنى هو الله أحد أي قد حصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسن والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر أوصافه ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غنى ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى فهذه السورة مجتملة على توحيد الأسماء والصفات تفسير سورة الفلق وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أي قل متعودا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاد بخالقها من الشر الذي فيها ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حي لا يغشى الناس وتنتشط فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية ومن شر النفافات في العقد أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر ومن شر حاسد إذا حسد والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب فاحتيج إلى الاستعادة بالله من شره وإبطال كيده ويدخل في الحاسد العائن لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شجير الطبع خبيث النفس فهذه السورة تضمنت الاستعادة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله تفسير سورة الناس وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدود الناس من الجنة والناس هذه السورة مجتملة على الاستعادة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدود الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبتهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنص أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه فينبغي له أن يستعين ويستعيد ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت ربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوسوس كما يكون من الجن يكون من الإنس ولهذا قال من الجنة والناس والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبدا الأوقات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وأبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شرح الشيخ هيثى من محمد سرحان يقرأه عليكم عمر البساطية المجلس الثاني الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له وأما شروط لا إله إلا الله فهي واحد العلم المنافي للجهل اثنان واليقين المنافي للشك ثلاثة والإخلاص المنافي للشرك أربعة والصدق المنافي للكذب خمسة والمحبة المنافية للبغض ستة والانقياد المنافي للترك سبعة والقبول المنافي للرد ثمانية والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة والقياد والقبول لها وزيد ثاملها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أرها مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا أركان لا إله إلا الله النفي لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله أي الكفر بالطاوت الإثبات إلا الله مثبتا العبادة لله وحده الإيمان بالله لكلمة الإخلاص رهنانهما النفي والإثبات فاحفظا هما شروط لا إله إلا الله شرح شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله بمثابة الأسنان للمفتاح فكلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان وعليه فإن كل ما ورد في الكتاب والسنة أن من قال لا إله إلا الله فله كذا فإنه لا بد حتى يحصل الثواب من تحقيق هذه الشروط وهي ثمانية واحد العلم بمعناها وضده الجهل بمعناها فمن جهل معناها لا ينتفع بها ولهذا يلزو من أراد الدخول في الإسلام معرفة معناها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم اثنان اليقين أي مئة بالمئة فإن شك ولو واحدا في المئة في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد ولو شك في كفر اليهود والنصارى الذين بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فليس بموحد قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم ثلاثة الإخلاص فمن رأى فيها أو أشرك شركا أكبر كمن يعبد غير الله فلا تنفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري أربعة الصدق فمن قالها كاذبا كالمنافق فلا تنفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار رواه البخاري ومسلم خمسة المحبة فيحب الله ولا يحب أحدا مع الله ويحب كل من أمر الله بمحبتهم وضده البغض ولهذا كان من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ستة آل القياد أي لا بد من العمل بها فمن ترك العمل بها فلا تنفعه قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبعة القبول فلا يرد القول أو العمل أو الاعتقاد بها قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ثمانية الكفر أي أن ما عبد من دون الله فعبادته باطلة ولا يستحق أن يعبد إلا الله تنبيه لا بد في كلمة الإخلاص من قول وعمل واعتقاد أقسام المحبة محبة مع الله وهذه من الشرك الأكبر قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومحبة لله وهذه واجبة بل هي من أوثق عرى الإيمان قال تعالى محمد رسول الله والذين بعه أشدا وعلى الكفار رحماء بينهم وتكون في أربعة أشياء أولا العمل الذي يرضاه الله تعالى وهو كل ما جاء به الشرع كالتوحيد ثانيا تكون في العامل به كالأنبياء والرسل والملائكة والصحابة وكل موحد وفي الأزمنة التي يحبها الله تعالى مثل ليلة القدر وثلث الليل الآخر وفي الأمكنة التي يحبها الله تعالى مثل مكة والمدينة النبوية والقسم الثالث من أغسام المحبة محبة طبيعية وهذه جائزة بشرط أن لا تقدم على محبة الله ومثالها محبة الولد والزوجة قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين سؤال ما معنى قول المسلم عبده في شهادة أن محمد رسول الله أي لا يعبد لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الرموبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات وأنه أيضا أعبد الخلق فوصل الله عليه وسلم حقق كمال العبودية لله جل وعلا أقسام العبودية لله سبحانه وتعالى عامة وهي عبودية رموبية أي القهر وهي لكل الخلق قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده ويدخل في ذلك المؤمن والكافر وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وهذه تعم كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بشرعه وعبودية خاصة الخاصة وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى إنه كان عبدا شكورا فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية لله سبحانه وتعالى نبذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام فأولده أولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة في شهر ربيع الأول وله من العمر ثلاث وستون عاما منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا وكان يتيما مات أبوه قبل ولادته وكان في كفالة جده عبد المطلب وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب بعثته معت صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس فكل من بلغته دعوته ولم يؤمن به فوكافر كفرا أكبر كائنا من كان دعوته دعا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ومحاسر الأخلاق والأعمال ونهى عن الشرك ومساوي الأخلاق والأعمال الإسراء والمعرات أسري به صلى الله عليه وسلم المكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمسة هجرته ووفاته عجر صلى الله عليه وسلم المكة إلى المدينة وتوفي بها ودفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلاغه أكمل الله به الدين وبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده بكل أنواع الجهاد فلا يمكن لأحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا أهم غزواته سبعة وهي بدر وعحد والخندق وخيبر وفتح مكة وتبوك وعنين أولاده سبعة القاسم وإبراهيم وعبد الله وهو الطيب الطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وجميعهم توفي في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة توفيت بعد موته بستة أشهر رضي الله عنهم جميعا زوجاته اثنتا عشرة خديدة رضي الله عنها وعائشة وسودة وحفصة وزينب الهلالية وأم سلمة هند وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وأم حبيبة رملة رضي الله عنها وريحانة بنت زيد وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا مرضعاته صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب وثويبة مولاة عمه أبي لهب وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن النساء أم المؤمنين خديدة بنت خويلد ومن الصبيان علي بن أبي طالب ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا حجه وعمراته صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات كلها في ذي القعبة وحج حجة واحدة تسمى حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة خلقه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن أهمية دراسة السيرة قال ابن القيم رحمه الله إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكفر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تارف الشيخ عبد العز بن عبد الله بن باز شرع الشيخ هيثم بن محمد سرحان يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثالث الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة وهي تسعة واحد الإسلام اثنان والعقل ثلاثة والتمييز أربع ورفع الحدث خمسة وإزالة النجاسة ستة وستر العورة سبعة ودخول الوقت ثمانية واستقبال القبلة تسعة والنية الشرط الأول الإسلام وضده الكفر فلو صلى من يسب الرب أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله فصلاته باطلة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى الشرط الثالث الشرط الثالي العقل وضده الجنون والسكران من باب أولى الشرط الثالث التمييز وليس معناه البلو لكن معناه التفريق بين الأشياء أي يعرف السؤال والجواب وليس له سن محددة ولكن يميز في الغالب بن سابع سنين متى تصح صلاة الصغير إذا كان يميز بين الأشياء أي يعرف السؤال والجواب والفرق بين الماء والنار مثلا وإلا كانت صلاته باطلة الشرط الرابع رفع الحدث ويدخل فيه الحدث الأكبر ويرتفع بالاغتسال والحدث الأصغر ويرتفع بالوضوء الشرط الخامس إزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب فلو صلى عليه نجاسة عالما بها قادرا على إزالتها ذاكرا إياها فصلاته باطلة وإزالة النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام نجاسة المغلضة وهي نجاسة الكلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم ونجاسة مخففة وتزال بالنضح وهو الرش فقط بدون عصر وتكون لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي والمني مع أنه طاهر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضحه إذا كان رطبا ويفركه إذا جف ونجاسة متوسطة وتزال بالغسل وهو الرش مع العصر وتكون لغير المغلضة والمتوسطة مثل بول الرجل والمرأة وغير ذلك من النجاسات الأعيان النجسة بول الآدمي وعذرته وبول وروث ما لا يؤكل لحمه والسباع كلها نجسة إلا ما يشق التحرز منه مثل الهضة والبغل والعمار والدم المسفوح وهو الذي يسيل من الحيوان بعد الذبح والدم الخارج من السبيلين والميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس أي دم له سائلة وميتة البحر والجراد الشرط السادس ستر العورة والعورات ثلاثة مخففة وهي عورة الذكر بن سبع إلى عشر يشترط أن يستر الفرجين ومغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة عليها أن تستر جميع البدن إلا الوجه وعليها أن تغطيه بحضرة الأجانب وعورة متوسطة وهي لمن عداهم ويشترط ستر ما بين السرة إلى الرقبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة الشرط السابع دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولا بعد إلا إذا كانت تجمع مع غيرها لعذر فإن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أثم الشرط الثامن استقبال القبلة ويستثنى من ذلك النافلة في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته ومثلها في زمننا الصلاة في الطائرة ويستثنى من عجز عن استقبالها أو خاف به عدوا الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة ولو تقدمت قبل الصلاة بوقت أو نوى مجرد فرض الوقت صحت صلاته تنبيهات مهمة واحد لا يقبل في ترك الشرط لا جهل ولا نسيان ولا عمد إلا إذا صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة لأن هذا من الترك للفعل اثنان الشروط تكون خارجة عن العبادة وتتقدم عليها ولا بد من وجودها إلى نهاية العبادة الدرس السابع أركان الصلاة أركان الصلاة وهي أربعة عشر واحد القيام مع القدرة اثنان تكبيرة الإحرام ثلاثة قراءة الفاتحة أربعة الركوع خمسة الاعتدال بعد الركوع ستة السجود على الأعضاء السبعة سبعة الرفع منه ثمانية الجلسة بين السجدتين تسعة الطمأنينة في جميع الأفعال عشر الترتيب بين الأركان الحادي عشر التشهد الأخير الثاني عشر الجلوس له الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الرابع عشر التسليمتان الركن الأول القيام مع القدرة في الفريضة القيام ركن في الفريضة ويسقط بعدم الاستطاعة على القيام بالكلية أو بأن قدر على القيام مع ذهاب الخشوع وإن قدر على القيام ولو يسيرا قام في النافلة يصح أن يصلي النافلة جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم أو على جنب وله نصف أجر القاعد الركن الثاني تكبيرة الإحرام ولا يجزئ إلا لفظ الله أكبر الركن الثالث قراءة الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية قراءة تامة مرتبة بآياتها وحركاتها وكلماتها وحروفها وتسقط إذا أدرك الإمام راكعا الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال وتتحقق الطمأنينة بقول الذكر الواجب في كل ركن تنبيه مهم الأركان تكون داخل العبادة ولا يقبل في ترك ركن من الأركان لا جهل ولا نسيان ولا عمد ولا تجبر بسجود السهو ويؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة أما الصلوات التي صلىها وترك فيها بعض الأركان فيعذر فيها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيئة في صلاته بإعادة كل الصلوات وأمره بإعادة الصلاة الحاضرة مع أنه ترك فيها الطمأنينة وهي ركن والله عالم الدرس الثامن واجبات الصلاة واجبات الصلاة ثمانية واحد جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اثنان قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ثلاثة قول ربنا ولك الحمد للكل أربعة قول سبحان ربي العظيم في الركوع خمسة قول سبحان ربي الأعلى في السجود ستة قول ربي اغفر لي بين السجدين سبعة التشهد الأول ثمانية الجلوس له تنبيه مهم يجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع بهذا اللفظ ثم يستحب أن يزيد بما ورد وكذلك في السجود قول سبحان ربي الأعلى بهذا النفظ فقط ثم يزيد بما ورد الدرس التاسع بيان التشهد التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يستعيد بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب ولا إشاء وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة الدرس العاشر سنن الصلاة سنن الصلاة ومنها واحد الاستفتاح اثنان جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده ثلاثة رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة أربعة ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود خمسة ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجتين ستة جعل الرأس حيال الظهر في الركوع سبعة مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود ثمانية رفع الذراعين عن الأرض حين السجود تسعة جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدين عشرة التورق في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى الحادية عشرة الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء الثاني عشرة الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول الثالث عشرة الدعاء في التشهد الأخير الرابعة عشرة الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء الخامسة عشرة الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء السالسة عشرة قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصل ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع هنا الركوع دعاء الاستفتاح يكون الاستفتاح في الصلاة عقب تكبيرة الإحرام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيدي وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة وهي ثمانية واحد الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك اثنان الضحك ثلاثة الأكل أربعة الشرب خمسة انكشاف العورة ستة الانحراف الكثير عن جهة القبلة سبعة العبث الكثير المتوالي في الصلاة ثمانية انتقاض الطهارة المبطل الأول الكلام العمد مع الذكر والعلم يستثنى من ذلك الفتح على الإمام إذا سهى أو أغطأ في القراءة حالات الحركة في الصلاة أولا حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة كالأكل ثاليا حركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة كالالتفات اليسير ثالثا حركة مباحة وهي الحركة لحاجة كحكه لحيته رابعا حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد فرجة خامسا حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة كإزالة النجاسة تنبيه مهم تقدمت شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها فما الفرق بينها الشرط خارج مهية العبادة أما الركن والواجب والسنة فهو داخل ما هي العبادة والشرط يستمر في كل العبادة أما الركن والواجب والسنة فهو يقتصر على جزء من أجزاء العبادة الشرط والركن لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان ولا عمد والواجب يعذر فيه بالجهل والنسيان لا العمد والسنة يعذر فيه بالجهل والنسيان والعمد الشرط ليس له سجود سهو والركن لا يجبر بسجود السهو والواجب يجبر بسجود السهو سجود السهو أسباب سجود السهو ثلاثة أولا الزيادة مثل أن يزيد الإنسان رقوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا والسبب الثاني النقص مثل أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة ويفوت محله السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك كأن يتردد كم صلى أثلاثا أم أربعا وهو نوعان الأول شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة فهذا لا يلتفت إليه مطلقا حتى يأتي اليقين والنوع الثاني شك داخل العبادة فإن كان كثيرا فلا يلتفت إليه وإن كان قليلا يبني على ما ترجح لديه فإن تساوى عنده الأمران بنا على الأقل ملاحظات إذا سهى المصلي في السهو فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إذا ترك المصلي ركنا فلا تصح الصلاة حتى يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو إذا ترك المصلي واجبا سهوا وذهب محله سجد للسهو ملخص مصور لصفة الصلاة الأولى أن يتطهر المسلم في بيته ويلبس أحسن الثياب ويمشي إلى المسجد وله أن يركب في سكينة في الحركات ووقار في الهيئة أي لا يهرول أو يجري أو يكثر من الالتفات أو رفع الصوت فإذا وصل إلى المسجد خلعا عليه ووضعهما في الأماكن المخصصة لهما ويضع معهما الدنيا فيحرم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسارد ويقدم الرجل اليمنى عند الدخول ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك واليسر عند الخروج ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك ويتقدم الرجال إلى الصف الأول ويتأخر النساء فإن كانت الصلاة قد أقيمت كبر للإحرام ودخل مع الإمام على أي هيئة كان عليها الإمام وتحسب الركعة بإدراك الإمام قائما أو راكعا فإذا سلم الإمام قضى ما فاته وإن دخل إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد صلى الراتبة القبلية فإن لم تكن للصلاة سنة قبلية صلى تحية المسجد قبل أن يرلس ولا يتعدى على حرمة المسجد بالنظر في السلاعة أو التنحنح لتقام الصلاة يسن أن يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة وسترة الإمام سترة لمن خلفه ويجعل ما بين قدميه كما بين منكبيه لا يزيد ولا ينقص ويسوي خارجهما بعد أن يأتي بشروط الصلاة يقول الله أكبر مع رفع اليدين مضمومة الأصابي حاذ والأذنين أو المنكبين ويجعل باطن الكفين جهة القبلة ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والروسغ والساعد أو يقبل ويجعل بصره إلى موضع سجوده وله يلتفت ثم يستحب له قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط والأولى أن ينوع بين الأذية الواردة في الاستفتاح ثم يستعيد بما ورد كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بحركاتها وكلماتها وحروفها وآياتها ثم يقرأ ما تيسر من القرآن استحبابا بلا استعاذ ويبسمل في أول السور فقط ثم يرفع كما رفع في تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ويركع ويقبض على ركبتيه ولا يثني مرفقيه ويجعل الظهر مستويا مع رأسه ويقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم ويستحب له أن يزيد بما ورد ثم مع الرفع وقبل الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد ويستحب له أن يزيد بما ورد ثم يكبر بلا رفع لليدين ويسجد على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف وباطن الكفاين والركبتين وباطن أصابع الرجلين ويجافي بين الإبطين وبين البطن والفخذ وبين الفخذ والساق ويرفع ذراعيه عن الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا ويستحب له أن يزيد بما ورد وله أن يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بالأدعية الواردة ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابعها إلى القبلة ويجعل باطن الكفاين على نهاية الفخذين هذا الجلوس في كل جلسات الصلاة إلا في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير يتورك بأن يجعل رجله اليسرى تحت ساق اليمنى ثم يكبر ويسجد كالساجدة الأولى ثم يكبر ويقوم للركعة الثانية ويصنع فيها كما صنع في الأولى إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام ولا دعاء استفتاح فإذا فرغ من السجدة الثانية جلس للتشهد وأشار بإصبعه المسبحة أي السبابة وحلق الوسطى والإبهام يحركها يدعو بها ويقرأ التشهد وجوبا فإن كانت الصلاة ثنائية ذات ركعتين صلى الصلاة الإبراهيمية وجوبا واستعاذ من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ودعا بما أحب والأولى بما ورد مع قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره يلتفت برأسه فقط دون منكبيه وبدون تحريك للرأس للأعلى والأسفل ودون إشارة بيدعيه وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد قراءة التشهد الأول مع استهباب قراءة الصلاة الإبراهيمية يكبر ويصلي الثالثة ويجلس للتشهد إن كانت ثلاثية وإن كانت رباعية صلاها ثم جلس للتشهد الأخير يقرأ التشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويستعيد من أربعة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ويدعو بما أحب والأولى بما ورد مع قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعسن عبانتك فإن كانت الصلاة فريضة استحب له قول الأذكار الوردة بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك تذل جلال والإكرام ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة الجميع تسع وتسعون ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تنبيهات مهمة تقدم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة الواجبة في الصلاة فليحذر المصلي من أن تنكشف عوراته في أثناء الصلاة فتبطل صلاته بذلك إذا صلى مأموم مع إمامه فإنه يسرع أن يقف عن يمينه ويحاذي بين الأكعب فلا يتقدم عليه ولا يتأخر وكذلك يقف مع من إلى جانبه من المصلين ملخص في الصلاة الاسم صلاة الجمعة حكمها فرض وقتها وقت الظهر وعددها ركعتان وتكون صلاة الجمعة جهرية وتؤدى جماعة بثلاثة رجال فأكثر صلاة الكسوف حكمها فرض كفاية ووقتها وقت حصول الخسوف وهي ركعتان تؤدى صلاة الكسوف جهرية برقوعين في كل ركعة صلاة الوتر حكمها سنة مؤكدة ووقتها من بعد العشاء إلى الفجر وعددها من ركعة إلى إحدى عشرة ركعة أما صفتها فتكون إما ركعة واحدة أو ثلاث ركعات متصلات يجلس للتشاهد في الأخيرة فقط أو أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة أو خمس ركعات يجلس للتشاهد في الخامسة فقط أو سبع ركعات يجلس للتشاهد في السابعة فقط أو تسع ركعات ويجلس للتشاهد في الثامنة ويقوم للتاسعة دون سلام وأتشاهد فيها ويسلم أو ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة راتبة الفجر حكمها سنة مؤكدة وتكون قبل صلاة الفجر وهي ركعتان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص سنة الظهر سنة وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده أما عددها فهي أربع ركعات ثم ركعتين صفتها ركعتين ركعتين منفصلة سنة المغرب حكمها سنة تكون بعد صلاة المغرب وهي ركعتان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص سنة العشاء حكمها سنة وقتها بعد صلاة العشاء وهي ركعتان التراويح حكمها سنة تكون من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وهي من ركعتين إلى عشرة تحية المسجد حكمها واجبة تكون عند دخول المسجد وقبل الجلوس وهي ركعتان صلاة الضحى سنة ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال وهي من ركعتين إلى ثمان ركعت صلاة الاستخارة سنة تكون في أي وقت وهي ركعتان يدعو قبل السلام بدعاء الاستخارة صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة وتكون من ارتفاع الشمس قيد رمحة وهي ركعتان وصفتها يكبر فيها كتكبير العيد سابعا مع تكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية دون تكبيرة الانتقال صلاة العيدين سنة ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمحة وهي ركعتان وخطبتان صفتها يكبر فيها سبعا مع تكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية دون تكبيرة الانتقال أوقات النهي عن النوافر المطلقة واحد من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح اثنان من صلاة العصر إلى الغروب ثلاثة من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وابعادنا كتاب الدروس المهمة لعامة الأمم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحيمه الله تعالى شرح الشيخ الدكتور هايثة بن محمد سرحان يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الرابع الدرس الثاني عشر شروط الوضوء شروط الوضوء وهي عشرة واحد الإسلام اثنان والعقل ثلاثة والتمييز أربعة والنية خمسة واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته ستة وانقطاع موج بالوضوء سبعة واستنجاء أو استجمار قبله ثمانية وطهورية ماء وإباحته تسعة وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشر عشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم شرح بعض الشروط قوله واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته معناه أن تستمر النية من أول الوضوء إلى نهايته قوله وانقطاع موج بالوضوء أي لا يتوضأ وهو يأكل لحم جزور مثلا أو وهو يبول بل لابد من انقطاع الناقض قبل الشروع في الوضوء قوله واستنجاء أو استجمار قبله يستثنى منه إذا كان الوضوء من الريح أو النوم أو أكل لحم الجزور قوله وطهورية ماء وإباحته أي أنه لا يتوضأ بماء نجس أو مغصوب قوله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة مثل سنن العجين أو طلاء الأظافر فإنها تمنع وصول الماء إلى العضو سنن الفطرة من سنن الفطرة واحد الختان وهو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء إن احتاجت الثاني إلى الخامس قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة ستة أعفاء اللحية وحكمها الوجوب وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب سبعة السواك وهو استعمال عود الأراكي ونحوه في تنظيف الأسنان وحكمه سنة ويتأكد في كل وقت وعند الوضوء وعند الصلاة ودخول البيت وقراءة القرآن والقيام من النوم والموت وتغير رائحة الفم الدقس الثالث عشر فروض الوضوء فروض الوضوء وهي ستة واحد غسل الوجه ومنه الممضة والاستنشاق اثنان وغسل اليدين مع المرفقين ثلاثة ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان أربعة وغسل الرجلين مع الكعبين خمسة والترتيب ستة والموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثة مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك مرة واحدة أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة تحقيق الموالاة يكون بأن لا يؤخر المتوضئ غسل العضو حتى يكون الذي قبله قد جف الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء نواقض الوضوء ستة واحد الخارج من السبيلين اثنان الخارج الفاحش النجس من الجسد ثلاثة زوال العقل بنوم أو غيره أربع مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل خمسة أكل لحم الإبل ستة الردة عن الإسلام تنبيه هام أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد الغاس لفرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ أما قول الله سبحانه أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف شرح بعض النواقض قوله الخارج من السبيلين مطلقاً مثل البول والغائط والمني والمذي والودي والريح والحصى والدم والدود والحيض والنفاس قوله والخارج الفاحش النجس من الجسد الراجح أنه ليس بناقض إلا إن كان من جنس البول والغائط قوله وزوال العقل بنوم أو غيره النوم في ذاته ليس بناقض إلا أنه مظنة لخروج الريح فإن كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء فليس بناقض قوله ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل رجح شيخ الإسلام بن تمية رحمه الله استحباب الوضوء من المس لا وجوبة ملخص مصور لصفة الوضوء إذا نوى الوضوء فإنه يشرع له أن يسمي الله تعالى ثم يغسل كفيه ثلاثاً يصب الماء على يديه صباً ثم يغترف غرفة بيمينه يتمضمض منها مع إدارة الماء في فمه ومجه ثم يستنشق الماء بمنخريه ثم يستنثر واضعاً سبابته اليسرى وإبهامه على منخريه يكرر ذلك ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثلاثاً وحد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين والذقن وعرضاً فيما بين الأذنين ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثاً يبدأ بيمينه ثم يساره ثم يمسح على رأسه يمر يديه من مقدم رأسه إلى القفى ويرجع ثم يجعل سبابتيه في صماخي أذنيه يمسحهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً ويقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لها شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وفي الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حكم الزيادة على القدر المشروع لا تجوز الزيادة على القدر المشروع في الوضوء كأن يزيد على ثلاث غسلات أو أن يغسل ما فوق المرفق من العضد أو ما فوق الكعب من الساق أو أن يمسح الرقبة ملحق فيه بعض ما يتعلق بأركان الإسلام أولاً الطهارة التيمم هو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء في أعضاء الطهارة أو في بعضها لعدم وجود الماء أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء صفة التيمم ينوي التيمم ثم يسمي الله تعالى ثم يضرب ضربة واحدة على الأرض ويمسح براحته وجهه وظاهر الكفين ولا يشرع تفريج الأصابع عند الضرب على التراب ولا تخليل الأصابع عند مسح الكفين صفة الغسل الواجب أن ينوي الغسل ورفع الجنابة ثم يسمي الله تعالى ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة بالماء مع المضمضة والاستنشاق السنة في الاغتسال غسل الفرجين ثم يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويروي شعر الرأس ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل رجليه موجبات الغسل واحد الجنابة وتكون بإنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين اثنان خروج دم الحيض والنفاس ثلاثة موت غير الشهيد أربعة إسلام الكافر شروط المسح على الخفين أن يكون لابسا لهما على طهارة أي غسل رجليه بالماء في وضوء أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة وأن تكون ساترة لغالب العضو وأن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل وأن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمستوطن 24 ساعة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة ويبدأ الوقت من أول مسح بعد الحدث كيفية المسح على الخفين أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان لأن هذا هو ظاهر الصنة مسائل تتعلق بالمسح واحد إذا انتهت مدة المسح أو نزع الممسوح تبقى الطهارة ولا تنتقض اثنان يجوز المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أو رقته آداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخمائث وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى وقال غفرانك ويجب عليه أن يستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس وفي الماء الراكد ولا يحل له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجته أو أن يمس ذكره بيمينه أو أن يذكر الله تعالى فإذا قضى حاجته استنجى بالماء أو استجمر وشروط الاستجمار واحد أن يكون بثلاث مسحات فأكثر فلا يمسح في نفس المكان اثنان أن تكون منقية ويعرف النقاء بأن يرجع الحجر أو المنديل جافا ثلاثة أن لا يكون الاستجمار بشيء نجس أو بشيء محترم كطعام ولا بعظم أو روث ويجوز البول قائما بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه ويأمن انكشاف عورته أتى صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما متفق عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى شرح الشيخ أهيثي بن محمد سرحان يقراه عليكم عمر البساطي المجلس الخامس ثانيا الزكاة وهي قسمان زكاة مال وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما وتنقسم إلى أربعة أقسام النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات وغيرها نصاب الذهب عشرين مثقالا أي خمسة وثمانين جراما ونصاب الفضة مئتي ترهم خمسمائة وخمسة وتسعين جراما القسم الثاني السائمة من بهيمة الأنعام وهي التي ترعى المباحة أكثر أو كل الحول والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم القسم الثالث الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار القسم الرابع عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء القسم الثاني من أقسام الزكاة زكاة بدن وهي زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى عبد أو حر أهل الزكاة واحد الفقراء وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية اثنان المساكين وهم يجدون أكثر الكفاية أو نصفها فلو قدرنا الكفاية لسنة مثلا باثني عشر ألفا فالفقير هنا من لديه أقل من ستة آلاف أو لا شيء والمسكين من لديه ستة آلاف أو أكثر ولم يبلغ اثني عشر ألفا لأننا نعطي المسكين والفقير ما يكفيهما لسنة لأن الزكاة تجب في الحول ثلاثة العاملون على الزكاة وهم جباتها وحفاظها والموكلون بقسمتها يوليهم ولي الأمر ولا يشترط فيهم وصف الفقر بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء أربعة المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه خمسة في الرقاب وهم ألف المكاتب المسلم وهو الرقيق يشتري نفسه من سيده باء اعتاق الرقيق المسلم جيم الأسير المسلم ولا يدخل فيهم رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز ستة الغارمون وهم ألف غارم لإصلاح ذات البين باء غارم لنفسه ولا يجزئ إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة ثمانية في سبيل الله ويشمل الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره ثمانية ابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده ويجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بن هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته واقتج ريانها ولا لكافر فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل تعاريف مهمة بنت المخاض من الإبل ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها حامل بنت اللبون من الإبل ما تم لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ذات لبن الحقة من الإبل ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها طروقة الجمل والجذعة من الإبل ما تم لها أربع سنين سميت بذلك لأنها في هذا العمر تجزع ثناياها وتقع التبيع أو التبيعة من البقر ما تم لها سنة والمسنة من البقر ما تم لها سنتان مقادير الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام يشترط لها الحول وسيأتي مقدار النصاب ومقدار الزكاة قريبا أما الخارج من الأرض فلا يشترط لها الحول والنصاب ثلاثمائة ساعة أما مقدار الزكاة فيما سقط السماء أو العيون أو كان عثريا العشر أما ما سقي بالنضح فهر فيه نصف العشر وفيما سقي بهما جميعا ثلاثة أرباع العشر الأثمان يشترط لها الحول ونصابها خمس وثمانون غراما من الذهب أو خمس وتسعون وخمسمائة غراما من الفضة ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أما عرض التجارة فيشترط لها الحول ونصابها يقوم بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أنصبة زكاة السائمة من بهيمة الأنعام ومقاديرها الغنم الضأن والماعز فمن أربعين إلى مئة وعشرين شاء ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئتين شاتاء ثم في كل مئة شات ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا معيبة ولا شرار المال ولا يؤخذ في الصدقة الهزيلة ولا المخاض ولا الأكولة ولا خيار المال ثانياً الإبل ذات سنام أو سنامين من خمسة إلى تسعة فيها شاء ومن عشرة إلى أربع عشرة شاتاء ومن خمس عشرة إلى تس عشرة ثلاث شياء ومن عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياء ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ومن ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين بنت لبون ومن ستة وأربعين إلى ستين حقة ومن إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة ومن ست وسبعين إلى تسعين بنت لبون ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين حقتان ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئة وتسعة وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والوقص تسعة فما دون وهو ما بين الفريضتين أما زكاة البقر والجواميس فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين تبيع أو تبيعة ومن أربعين إلى تسع وخمسين مسنة ومن ستين إلى تسعة وستين تبيعتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى شرح الشيخ هيث بن محمد سرحان يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السادس ثالثا الصيام وهو لغة الإمساك وشرعا التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أركان الصيام واحد النية اثنان الإمساك عن المفطرات والنية فيها مبحثان نية الفرض ولا بد من تبييت النية في الفرض من الليل أي قبل الفجر ويكفي عقد النية بدخول الشهر ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة المبحث الثاني نية النفل وتصح في أي ساعة من النهار ما لم يأتي بمفطر ولكن يحسب الأجر من عقد النية أقسام الصيام واجب في رمضان والكفارات والنذور ونفل في غير ذلك شروط وجوب الصيام واحد الإسلام اثنان العقل ثلاثة البلوغ أما غير البالغ فيرغب في الصيام ويأمره وليه أربعة الاستيطان فلا يجب الصيام على المسافر والأولى أن يصوم ما لم يشق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر على المكلف ولإدراك فضيلة الشهر خمسة الصحة ستة الخلوب من الحيض والنفاس أقسام المرض في الصيام مرض لا يرجى زواله ويلحق به الكبير العاجز عن الصوم فلا يلزمه الصوم لكن يطعم عن كل يوم مسكين إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي أي ما يزن نصف كيلو وعشر غرامات من البر الجيد ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دون وهناك مرض يرجى زواله ويشق عليه الصوم ويلحق به الحائض والنفساء والمرضع والمسافر فيقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي فإن مات قبل معافاته سقط عنه بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما مفسدات الصيام واحد الأكل أو الشرب عمدا فمن نسي فصيامه صحيح اثنان الجماعة فإذا كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة وهي عدق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثة إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها أربعة ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية أما غير المغذية فلا تفطر خمسة إخراج الدم بالحجامة أما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر ستة التقيؤ عمدا سبعة خروج دم الحيض والنفاس بعض ما يباح للصائم بلع الجيق وذوق الطعام لحاجة والاغتسال والسواك والتطيب والتبرد مستحبات الصيام واحد السحور اثنان تأخير السحور ثلاثة تعجيل الفطر أربعة الإفطار على غطبات فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وترا فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه خمسة الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام ستة الإكثار من الصدقة سبعة الاجتهاد في صلاة الليل ثمانية قراءة القرآن تسعة قول إني صائم لمن شتمه عشرة الاعتمار أحد عشر الاعتكاف في العشر الأواخر الثاني عشر تحري ليلة القدر مكروهات الصيام واحد المبالغة في المضمضة والاستنشاق اثنان ذوق الطعام لغير حاجة يحرم على الصائم واحد بلع النخامة ولا يفطر به اثنان القبلة لمن لا يأمن فساد صومه ثلاثة قول الزور وهو فعل كل محرم أربعة الجهل وهو السفاهة وعدم الحلم خمسة الوصال أي اللا يفطر يومين متتاليين صيام النفل واحد صيام ستة أيام من شوال لمن أتم صيام رمضان والأولى فيها التتابع من اليوم الثاني اثنان صيام يوم عرفة لغير الحاج ثلاثة صيام يوم عاشراء مع اليومين التاسع والحادي عشر أربعة صيام الاثنين والخميس والاثنين أوكد خمسة صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ستة صوم يوم وإفطار يوم سبعة صيام شهر الله المحرم ثمانية صيام تسع ذي الحجة تسعة صيام شعبان ولكن لا يكمله الصيام المكروه يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد بالصيام فإن أفردها لسبب كيوم عرفة فلا بأس الصيام المحرم واحد إفراد رجب بالصيام اثنان صيام يومي العيد ثلاثة صيام يوم الشك أما من كان له ورد يصومه فلا بأس أربعة صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي خمسة صيام الدهر أحكام القضاء يستحب التتابع في القضاء وينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر فإن أخر بلا عذر فلا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم زكاة الفطر تجب على من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا وفضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وتستحب عن الجنين والحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وأن فيها إغناء للفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد وقت إخراج زكاة الفطر وقت جواز ويكون قبل العيد بيوم أو يومين ووقت استحباب ويكون قبل صلاة العيد بعد الفجر ووقت تحريم ويكون بعد صلاة العيد مقدار زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون فلا تجزئ من النقود ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراما من البر الجيد صلاة العيد وهي فرض عين على كل أحد وتصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ولا تقضى إذا فاتت والسنة فعلها في الصحراء خارج البنيان وتجوز في المسجد وأن يأكل تمرات وترا قبل العيد ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ويذهب من طريق ويرجع من آخر ولا بأس بالتهنئة بالعيد بقول تقبل الله منا ومنكم ويسن التكبير المطلق ليلة العيد وعقب الصلوات إلى غروب شمس يوم العيد وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصفتها ركعتان قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف الشيخ عبد العزي بن عبد الله بن بازر رحيمه الله تعالى شرح الشيخ آيثم بن محمد سرحان يقراه عليكم عمر البساطي المجلس السابع رابعا الحج الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وتزيد المرأة وجود محرم إن احتاجت إلى السفر للحج وأركان الحج أربعة الإحرام وهو نية الدخول في النسك وهو غير التلبية وغير لبس الإزار والرداء والوقوف بعرفة ويكون من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العيد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة ويكون بعد الوقوف بعرفة وهو غير طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله أنواع النسك الإفراد وهو أن ينوي الحج فقط ويأتي بأفعاله مفردة والقران وهو أن ينوي الحج والعمرة معا بأفعال مفردة وعليه هذه والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتمها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هذه واجبات الحج من ترك واجبا من هذه الواجبات واجب عليه جبره بدم وهي شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقراء مكة ولا يجوز له الأكل منها وهي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاره والمبيت بمزدلفة والمبيت بميناء ليالي أيام التشريق ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداعي لغير الحائض والنفساء لمن أراد مغادرة مكة ولو بعد أشهر الحج مواقيت الحج والعمرة مواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوان وذو القعدة وذو الحج والمواقيت الزمانية للحج خاصة أما العمرة فليس لها زمن معين ومواقيت مكانية وهي ذو الحليفة للمدينة ومن مر عليها والجحفة للشام ومصر والمغرب وقرن المنازل لنجد ويلملم لليمن وذات عرق للعراق مستحبات الحج الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس إزار ورداء أبيضين للرجال وتقليم الأظافر وأخذ الشعر الذي يلزم أخذه قبل عقد نية الإحرام والتلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة وطواف القدوم للمفرد والقارن والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع والرمل هو الإسراع في المشي والاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع وهو أن يكشف كتفه الأيمن وتقديم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة حال وصوله إليها والمبيت بمنا ليلة عرفة وتقبيل الحجر الأسود والوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى قبيل الشروق ومزدلفة كلها موقف محظورات الإحرام وهي تسعة حلق الشعر من الرأس والجسد وتقليم الأظافر وتغطية الرأس بملاصق للذكر ولبس المخيط للذكر وهو ما فصل على الجسد أو أحد الأعضاء ولبس النقاب والقفازين للمرأة والطيب ومثله الصابون المعطر وقتل صيد البر واستياده وعقد النكاح لنفسه أو لغيره والجماع والمباشرة دون الفرج من فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه إلا من قتل الصيد فعليه الفدية مطلقا أما العمد فتنقسم المحظورات فيه أربعة أقسام واحد ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره وكذا المباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنزال فلا كفارة فيها وعليه التوبة الثاني ما فديته مثله وهو قتل صيد البر واستياده ومن قتله كان عليه الفدية مطلقا وهي جزاء من النعم يحكم به ذوى عدل والثالث ما فديته مغلظة وهو الجماع أما من جامع قبل التحل للأول فقد أفسد حجه ويمضي فيه فاسدا وعليه أعادته ويجب عليه بدنه والرابع ما فديته فدية أذى وهو باقي المحضورات وفديتها على التخيير إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع أو ذبح شات توزع على فقراء الحرم أسماء أيام الحج يوم التروية وهو اليوم الثامن كانوا ينقلون الماء فيه إلى ميناء ويوم عرفة أو الوقفة وهو اليوم التاسع ويوم العيد ويوم النحر هو اليوم العاشر ويوم القر هو اليوم الحادي عشر ويوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر ويوم النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر وليلة جمع هي ليلة العيد سميت بذلك لاجتماع الناس فيها بعد الوقوف بعرفة لأن أهل مكة في الجاهلية كانوا لا يخرجون إلى عرفة مواطن الدعاء في الحج خمسة في عرفة بعد الزوال يوم التاسع إلى الغروب وفي مزدلفة بعد فجر يوم التاسع حتى الإسفار وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق وفي الطواف وفي السعي على الصفى والمروة وبينهما صفة العمرة والحج قال الشيخ محمد بن صالح لثيمين رحمه الله وإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا وتطيبوا في أبدانكم في الرأس واللحية ثم أحرموا بالعمرة متمتعين وسيروا إلى مكة ملبين فإذا بلغتموا البيت الحرام فطوفوا سبعة أشواط طواف العمرة واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد لكن القرب منها أفضل إذا لم تتأذى بالزحام فإذا كان زحام فأبعد عنه والأمر واسع ولله الحمد فإذا فرغتم من الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام إما قريبا منه إن تيسر وإلا فلو بعيدا المهم أن يكون المقام بينك وبين الكعبة ثم خرجوا لسعي العمرة وابدأوا بالصفاء فإذا أكملتم الأشواط السبعة فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس ولا يجزئوا التقصير من جانب واحد لا تغتروا بفعل الكثير من الناس فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فاغتسلوا وتطيبوا وأحرموا بالحج من مكان نزولكم واخرجوا إلى منا وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر قصرا من غير جمع لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنا وفي مكة ولا يجمع فإذا طلعت الشمس يوم عرفه فسيروا ملبين خاشعين لله إلى عرفه واجمعوا فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم على ركعتين ثم تفرغوا للدعاء والابتهال إلى الله وحرصوا أن تكونوا على طهارة واستقبلوا القبلة ولو كان الجبل خلفكم لأن المسروع استقبال القبلة وانتبهوا جيدا لحدود عرفة وعلاماتها فإن كثيرا من الحجاج يقفون دونها ومن لم يقف بعرفة فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وكل عرفة موقف شرقيها وغربيها وجنوبيها وشماليها إلا بطن الوادي وادي عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فإذا غربت الشمس وتحققتم غروبها فادفعوا إلى مزدلفة ملبين خاشعين والزموا السكينة ما أمكنكم كما أمركم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فلقد دفع من عرفة وقد شنق لناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده الكريمة أيها الناس السكينة السكينة فإذا وصلتم مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء ثم بيتوا بها إلى الفجر ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد في الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا للضعفة رخص لهم أن يدفعوا في آخر الليل فإذا صليتم الفجر فاتجهوا إلى القبلة وكبروا الله واحمدوه وادعوه حتى تسفروا جدا ثم سيروا قبل طلوع الشمس إلى ميناء ثم القطو سبع حصيات واذهبوا إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة وارموها بعد طلوع الشمس بسبع تكبرون الله مع كل حصات خاضعين له معظمين وعلموا أن المقصود من الرمي تعظيم الله وإقامة ذكره ويجب أن تقع الحصات في الحوض وليس بشرط أن تضرب العمود فإذا فرغتم من رمي الجمرة فاذبحوا الهدي ولا يجزئوا في الهدي إلا ما يجزئوا في الأضحية ولا بأس أن توكل شخصا يذبح لك ثم احلقوا بعد الذبح رؤوسكم ويجب حلق جميع الرأس ولا يجوز حلق بعضه دون بعض المرأة تقصر من أطراف رأسها بقدر أنملة وبعد ذلك حللتم التحلل الأول فالبسوا وقصوا أظفاركم وتطيبوا ولا تأتوا النساء ثم انزلوا قبل صلاة الظهر إلى مكة وطوفوا للحج واسعوا ثم ارجعوا إلى ميناء وبالطواف والسعي مع الرمي والحلق حللتم التحلل الثاني وجاز لكم كل شيء حتى النساء أيها الناس إن الحاج يفعل يوم العيد أربعة أنساك رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي وهذا هو الترتيب الأكمل ولكن لو قدمتم بعضها على بعض فحلقتم قبل الذبح مثلا فلا حرج ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منا فلا حرج ولو أخرتم الذبح وذبحتم في مكة في اليوم الثالث عشر فلا حرج لا سيما مع الحاجة والمصلحة وبيت ليلة الحادي عشر بميناء فإذا زالت الشمس فرم الجمرات الثلاثة مبتدئين بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة كل واحدة بسبع حصيات تكبرون مع كل حصات ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس وللضعيف من آخر الليل وآخره إلى غروب الشمس ووقته فيما بعد العيد من الزوال إلى غروب الشمس ولا يجوز قبل الزوال ويجوز الرمي في الليل إذا كان الزحام شديدا في النهار ومن كان لا يستطيع الرمي بنفسه لصغر أو كبر أو مرض فله أن يوكل من يرمي عنه ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد لكن يبدأ بالرمي لنفسه فإذا رميتم اليوم الثاني عشر فقد انتهى الحج وأنتم بالخيار إن شئتم تعجلتم ونزلتم وإن شئتم فبيتوا ليلة الثالث عشر وارموا الجمار الثلاث بعد الزوال وهذا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم الخروج من مكة فطوفوا للوداع والحائض والنفساء لاوداع عليهما ولا يشرع لهم المجيء إلى باب المسجد والوقوف عنده وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازر رحمه الله وتعالى شرح الشيخ حيثم بن محمد سرحان يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثامن التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة دو الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها تعليقات مهمة الصدق يصدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده ويصدق مع عباد الله وضده الكذب والأمانة هي فريضة عظيمة حملها الإنسان وهي ضد الخيانة والعفاف هو الكف عن الحرام والحياء خلق يحمل على إتيان الحميد وترك القبيح وحسن الجوار ومن لوزم ذلك غض البصر وعدم الاطلاع على عورات الجيران ومساعدة دو الحاجة قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم الدرس السادس عشر التأدب بالآداب الإسلامية التأدب بالآداب الإسلامية ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال تعليقات مهمة قوله السلام أي إلقاؤه وأكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسلم على من عرفت ومن لم تعرف وترد على من سلم قوله والأكل باليمين والشرب بها وجوبا يأكل بثلاثة أصابع والأخذ والإعطاء بها استحبابا قوله والتسمية عند الابتداء أي قول باسم الله قوله والحمد عند الفراغ بما ورد كقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ويشرع له أن يأكل مما يليه وأن لا يعيب الطعام قوله والحمد بعد العطاس أي قول الحمد لله قوله وتشميت العاطس إذا حمد الله أي قول يرحمك الله ثم يجيب العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم قوله وعيادة المريض أي يعود ويكرر عليه الزيارة في الأوقات المناسبة ولا يطيل البقاء عنده ولا يقنطه من رحمة الله قوله واتباع الجنائز للصلاة والدفن للرجال دون النساء وقوله والآداب الشرعية عند دخول المسجد والمنزل والخروج منهما يقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك أما بالنسبة للمنزل فيقدم اليمنى فيهما ويقول عند الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه وعند الدخول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله قوله والتبريك بالزواج أي قول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير قوله والتعزية في المصاب وتكون في حدود ثلاثة أيام لا يزاد عليها الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومنها السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه ورسوله تعليقات مهمة قوله الشرك بالله يشمل الشرك الأكبر والأصغر قوله والسحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر ويحظم الإتيان إليهم أو الدخول لمواقعهم أو مشاهدة قنوات السحر وقراءة الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج ولا يحل السحر بسحر بل يحل بالرقية الشرعية والدعاء والأدوية المباحة كالحجامة قوله وقتل النفس التي حرم الله سواء كان مسلما أو معاهدا أو ذميا أو مستأمنا قوله إلا بالحق وهم ثلاثة النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة قوله اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم قوله والتولي يوم الزحف يقصد الجيوش الغازية في سبيل الله قوله وقذف المحصنات أي الحرائر وليس المقصود المتزوجات قوله والأيمان الكاذبة وكذا الحالف بغير الله كالحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالشرف أو الحياة أو الذمة أو بالقبور أو الشيب قوله ولعب القمار وهو الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم كاليا نصيب قوله والغيبة عرفها نبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره قوله والنميمة هي نقل الحديث بين الناس حكم المسابقة والمغالبة يجوز بعوض وغيره مسابقة الخيل والإبل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل محرم مطلقا النرد والشطرنج ونحوهما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض جميع المغالبات غير ما سبق الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه وإليك تفصيل ذلك أولا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والمراد بالموتى المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلى عليهم رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عوراته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه الإبطين وبواطن الأفخاذ ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه بالبخور وإن كان شاربه أو أغفاره طويلة أخذ منها وإن ترك ذلك فلا حرج ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يخطنه لا عدم الدليل على ذلك والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها خامسا تكفين الميت والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يدرج فيها إدراجا وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس والمرأة تكفن في خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافتين ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفة زين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم في بيان صفة تكفين المرأة سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر لأن الصديق غسلته زوجته ولأن علي غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها سابعا صفة الصلاة على الميت يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم يكبر الضابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيره وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره أما إذا كان فرطا الطفل المتوفى فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به وجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحظ من جهة القبلة وأن يوضع الميت في اللحظ على جنبه الأيمن وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب ثم يهال عليه التراب ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء ويسرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل تاسعا ويسرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد لاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس ويسرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع حادي عشر لا يجوز للبرأة الحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين أما النساء فليس لهن زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا وهذا آخر ما تيسر جمعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أقسام زيارة القبور زيارة شرعية أن ينوي بها تذكر الدار الآخرة ولا يشد لها الرحل وينوي الدعاء له وللأموات بما ورد ولا يأتي بما يخالف الشريعة وزيارة بدعية وذلك إن نوى بها دعاء الله عند القبور وزيارة شركية وهذه إن نوى بها دعاء صاحب القبر وبذلك تم هذا الكتاب المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا أجره وذخره وأن يوفقنا للعمل به وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة